المجلس العسكرية الانتقال المجلس العسكرية الانتقالي يصدر بيانه العاشر يوضح فيه رفع حضرت جوال الذي فرضته البلاد في العشرين من ابريل المنصر النائب الاول لرئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق اول محمد حمدان داقلو يترأس اجتماع اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان المحكمة العسكرية الايرانية تمنح مرتكبي تحطم الطائرة الاوكرانية الحصانة وتقرر عدم مقاضات مرتكبية الحادثة والمتسببين فيها كانت لكم العناوين واليكم تفاصيل النشرة مرحبا بكم اصدر المجلس العسكرية الانتقالي البيان رقم عشر اوضح فيه الات نصه بعد تقييم الاجراءات التي اتخذها المجلس الانتقالي في البلاد نسبة للأوضاع الامنية فقد تقرر تعديل الاجراء التالي ان حضرة جوال المفروض في العشرين من ابريل المنصر تم رفعه ابتداء من تاريخ الثاني من مايو عشرين واحد وعشرين حرر في انجامينة صادر عن المجلس العسكري الانتقالي العميد ازدين بيرماندوى اطلق المندوب العام للحكومة لدى العاصمة الجميلة جبير يونس حملة نظافة شاملة بدءا بسوق الغلال وكافة المحال التجارية يرافقه عمدة البلدية علي هارون وبعض معاونيه وبعد اطلاقه الحملة قام المندوب الحكومي بجولة تفقدية لسير العمل داعيا المواطنين لاهمية الحرص على النظافة باتباع الرقابة الذاتية دون التدخل الحكومي وان تكون المسئولية مشتركة بين الحكومة والمواطنين قدم عدد من سفراء البلاد بكل من دولة الكويت السفيرة السيدة البتول زكريا والقائم باعمال البلاد لدى قطر بكري علي بكري وسفير البلاد لدى جمهورية الصين الشعبية مايتين جونبيه وسفير البلاد ببروكسل محمد محمدو قدموا تعازيهم في فقيد الأمة الشادية المشير إدرس دبي إتنون لكافة الشعب الشادي ولأسرة الفقيد وذويه ومن جانبه بعث سفراء الدول الشقيقة ببرقيات التعزية في فقيد البلاد واصل القنصلية العامة لشاد بدوله العاصمة الاقتصادية لدولة الكاميرون تلقي تعازي في رحيد رئيس الجمهورية المشير إدرس دبي إتنون وفي هذا الصدد قام حاكم الساحل وقنصل جمهورية إفريقيا الوسطى ومسؤول فرع العلاقات الخارجية بالتوجه للقنصلية العامة لشاد حيث تم التوقيع على دفتر العذاب القنصلية العامة لشاد حيث عبروا عن تضامنهم الكبير مع الشعب الشادي سائلين المولى أن يتقبله بواسع رعبته وفي الشأن السوداني أصدر رئيس مجلس الوزراء بالسودان الدكتور عبدالله حمدوك قرارا بتعيين من نئركم الناوي حكما لإقليم دارفور استنادا لأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية وبناء على اتفاقية جوبا لسلام السودان بين الحكومة الانتقالية وأطراف العملية السلمية ووجه القرار للوزارات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ ترأس النائب الأول لرئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول محمد حمدان داقلو بالقصر الجمهوري اجتماع اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان بكامل عضويتها بحضور دكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء ومشاركة أطراف العملية السلمية وقال الأستاذ نور الدائم أحمد طاها الناطق الرسمي باسم اللجنة في تصريح له إن الاجتماع بحث سير تنفيذ اتفاق السلام والمعوقات التي تواجهه وأمن على ضرورة الإسراء في تشكيل القوات المشتركة فورا مشيدا ببعض الأطراف التي سلمت كشوفاتها الخاصة بذلك لفتا إلى أن الاجتماع وجه بدفع الاستحقاقات المالية لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية وصلت وزيرة الخارجية بالسودان دكتور مريم الصادق المهدي إلى العاصمة الكنغولية كونشاسا في بحطتها الرابعة من جولتها الإفريقية وكان في استقبالها وزير الخارجية الكنغو كريستوفو لوتونادا وستلتقي وزيرة الخارجية بالرئيس فليكس تشيسيديسكي رئيس الجمهورية الكنغودر موقاتية رئيس الدولة الحالية للاتحاد الإفريقي لإطلاعه على موقف السودان من تطورات ملف سد ناضة الأثيوبي وعالميا أوضحت رابطة الأسر ضحايا طائر الأوكرانية المنكوبة بأن المحكمة العسكرية الإيرانية قررت عدم مقاضاة مرتكب الحادث وقالت رابطة أسر الضحايا إن المحكمة العسكرية في طهران منحة مرتكب الحادث الحصانة والتي تضم شخصيات بارزة في الحكومة الإيرانية كما قمت الأسر بطلب الاستئناف والاحتجاج على القرار الصادر ومن جانبه أعلنت المحكمة العسكرية الإيرانية عدم تمتعها بالصلاحية اللازمة للنظر في شكاوى الأسر وأفادت أيضا أنها أصدرت مذكرة اعتقال نضع عشرة متهمين دون أن توضح هوياتهم خصصت الحكومة الفدرالية الكندية لجنة لتحقيق في عمليات غسل الأموال التي تتم من خلال المقامرة في الملاهي الليلية بجانب تهريب المخدرات حيث يتورط فيها النظام الإيراني وماليشيا حزب الله التي ترعى الإرهاب هذا وبدأ التحقيق عن حزب الله منذ مارس الماضي وأكدت اللجنة أن التحقيقتها لا تزال مستمرة وتبذل قصار جهدها لكشف مزيد من الشبكات المتورطة صرحت وزيرة العدل بليبيا حليم إبراهيم خلال لقائها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يانكو بيش بأن وزارتها سوف تتخذ خطوات من أجل اطلاق صلاح المحتجزين وإنهاء السجون الخارجة عن القانون لفتة إلى الدور الهام الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة في دعم المؤسسات خلال المرحلة الحالية موضحة أنها تولي مسألة حقوق الإنسان أهمية كبرى مشددة على أهمية مسار العدالة الانتقالية والمصالحات الوطنية نهاية النشرة وإليكم تذكيرا بالعناوين المجلس العسكري الانتقالي يصدر بيانه العاشر يوضح فيه رفع حضرت جوال الذي فرضته البلاد في العشرين من أبريل المنصر النائب الأول لرئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول محمد حمدان داقلو يترأس اجتماع اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان المحكمة العسكرية الإيرانية تمنح مرتكبي تحطم الطائرة الأوكرانية الحصانة وتقرر عدم مقاضات مرتكبي الحادثة والمتسببين فيها إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية النشرة تمتم في رعاية الله وحفظه اشتركوا في القناة